خاز الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي على منتخب دمياط بسبعة اهداف نظيفة في التجربة الودية التي اقيمت عصر الاحد على الملعب الرئيسي لاستاذ الاسماعيلية تحضيرا لمنافسات الدور العام وكأس الرابطة للاندية المحترفة سجل اهداف الدرويش حازم مرسي ومحمد عبد السميع ووجيه عبد الحكيم بواقع هدفين لكل منهم ومروان حمدي هدف وكان الجهاز الفني للدرويش بقادة حمزة جمل قد استغل هذه المباراة التي قيمت من ثلاثة اشواط في الدافع بجميع لاعبيه وذلك بهدف الاطمانان على جميع اللاعبين من ناحية وزيادة التناغم والانسجام من ناحية اخرى ولعب الشوط الاول بتشكيل مكون من عمر ردوان في حراس المرمى واحمد ايمن ومحمد نصر ومحمود البادري وعمر الحلواني في خط الدفاع ومحمد مخلوف وعمر الوحش ومحمد عبد السميع وصايكو كونتي في خط الوسط وخالد النبريسي وحازم مرسي في خط الهجوم وشارك في الشوط التاني كل من وجيه عبد الحكيم وعبد الله محمد ومحمد بن خماسة ومحمد بيومي ومحمود عبد الله وحسن صابر وديجو فرناندو ومروان حمدي وفي الشوط التالت شارك كل من كمال السيد ومحمد هاشم وباهر المحمدي ومحمد دسوقي ومحمد عادل واحمد مدبولي وجدير بالذكر ان المسابقة المحلية تتوقف في الوقت الحالي لمدة تزيد عن 20 يوم بسبب الاجندة الدولية حيث يخوض منتخب مصر مباراتين ضد غينيا واسيوبيا ضمن التصفيات المواهلة لكاس الأمم الأفريقية بالاضافة الى مباراة ودية ضد منتخب كوريا الجنوية ترجمة نانسي قنقر